أقدمت مختطفة في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية على الانتحار بسبب التنكيل والتعذيب الذي تتعرض له داخل السجن وقالت الناشطة الحقوقية نور الجروي إن السجين عائشة المطري أقدمت على الانتحار الأربعاء الماضي بسبب تنكيل وتعذيب مستمر تتعرض له من قبل قيادية حوثية تدعى أم الكرار في حين تواصل الميليشيا الحوثية تكتم على الخبر وأوضحت أن قسم النساء بالسجن المركزي بصنعها يكتظ بمئات السجينات اللي يواجهن شتى صنوف التعذيب والترهيب وما يحدث فيه كارثة إنسانية داعية المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي لزيارة هذا السجن والاطلاع على وضع السجينات فيه وبحسب تقارير حقوقية فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 وتمارس ضد المختطفات التعذيب الجسدي والضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية والصعق الكهربائي وإيقاف التنفس بالخنق والإهانة والتعذيب اللغضي والتحقير والصفع والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب ودعت منظمات الحقوقية ميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المختطفات والإفصاح عن أماكن النساء المخفيات قسرا والإفراج عنهن فورا ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة شكرا